أشهدت مجلة لا إخنيسيا ديفياجي الإيطالية بأداء مصر السياحية في الآونة الأخيرة رغم وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية قالت المجلة الإيطالية إن مصر كانت الأسرع من بين دول شمال إفريقيا في استعادة حصتها السياحية ساعدها في ذلك سراتيجيتها الوطنية وخطتها الترويدية والجهود المبذولة في أعمال التطوير مثل ما يحدث مع منتابين سياحيين مهمين وهما دير سانت كاترين ومصر العائلة المقدسة والاستعداد لفتتاح المتحف المصري الكبير والاكتشفات الأثرية هذا وتستهدف مصر زيادة أعداد الوافدين السياحيين من إيطاليا بنسبة 50%